موسيقى موجز لأهم الأخبار مشاهدين أهلا بكم بداية يقوم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اليوم بزيارة تفقد وعمل إلى المسجد الأعظم بالجزائر العاصمة تتوصل لليوم الثاني على التوالي فعلياته والمؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد بمشاركة رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين الذي أكد على تعزيز السلم العالمي وتحقيق تضامن إنساني مستدام مضيفا أن جائحة كوفيد تسعة عشر أظهرت المفارقة بين الخطاب الإنساني العالمي والواقع الذي يتميز بغلبة المصالح الوطنية على المصير الإنساني المشترك وبضعف فعلي لمصارات التضامن بين الشعوب ولدى ترأسه ورشة خاصة بعرض مشترك للتقرير المتعلق بتعزيز المشاركة السياسية والبرلمانية للشباب أبرز سليمان شنين دور الجزائر في توسيع المشاركة السياسية للشباب أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق طيب زيتوني مساء أمس لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية من بورج بوعريريج في إيطال زيارة عمل شرع فيها إلى الولاية تدوم يومين للإشراف على الاحتفالات الرسمية بذكر اليوم الوطني للمجاهد المصادف للعشرين أوت من كل سنة أكد أن المحافظة على الذاكرة الوطنية وتضحيات شهداء الثورة الأبرار مسؤولية تقع على عاتقي الجميع فيه صحوة بالنسبة لكتابة التاريخ صحوة لمعرفة التاريخ الآن رغم أن الجائحة هذه تمنعنا في الظروف العامة العادي وإلى أنها ما زالت الآن ملتقية حول التاريخ ما زالت الناس تمشي يعني التلميذ الطالبة الباحثين المتاحف لمركز دراسات البحث لتابع الوزارة المجاهدين فيه عمل يعني الناس مشتاقين متعطشين يتعريب بتاريخهم لم يمشي للمتحف ومثلما تعرفوا الكل حتى المتحف الوطني المجاهد يعني الدخول ليس بالمجان الناس يدفع حتى التذكيران تحب يدخل المجان غير لا في أيام الوطنية ولا تكون احتفالات يعني خاصة بالأعياد والأيام الوطنية ولا محاضرات ولا منتقيات إما الأيام الأخرى يعني الوحد يدفع لما تشوف الحجم أو العدد ليدخلوا رغم الجائحة لقد نعطيك العدد يعني قبل في 2018 يعني المتحف الوطني وحده فات أكثر من 600 ألف زائر تعلن وزارة شؤون الدينية والأوقاف أن اليوم الخميس 20 أوت 2020 هو غرة شهر محرم 1442 واربعين هجري ويوم عشراء سيكون يوم السبت العاشر محرم الموافق للتاسع والعشرين أوت ويسن للمسلمين صيامه لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عشراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وبهذه المناسبة الطيبة وحرصا على إحياء سنة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في جمع الزكاة وتوزيعها بصفة منتظمة وعادلة فإننا نهيب يضيف بيان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالمزكين أن يلتفوا حول صندوق الزكاة وأن يصنعوا زكواتهم وأن يضعوا زكواتهم في حساباته البريدية الولائية هنيئا للشعب الجزائري والأمة الإسلامية قاطبة بحلول العام الهجري ألف وأربعمائة واثنتين وأربعين ونسأل الله تعالى أن يجعله عام شفاء وهناء وخير وبركات في تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد سجلت أمس أربعمائة وثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى تسعة وثلاثين ألفا وثمانمائة وسبعة وأربعين حالة مؤكدة في حين يزداد عدد المتمثلين للشفاء يوما بعد يوم حيث بلغ سبعة وعشرين ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين حالة من بينها ثلاثمائة وثمان عشرة حالة مثلت أمس للشفاء فيما سجلت أمس إحدى عشرة حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى ألف وأربعمائة واثنتين رحمهم الله جميعا أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب إبلاغ مجلس الأمن الدولي اعتزام بلاده تفعيل آلية سناب باك من أجل إعادة فرض كل العقوبات الدولية على إيران بدعوى انتهاكها التزاماتها النووية وتتيح هذه الآلية المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم مع إيران سنة 2015 تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على طهران إذا ما طالبت بذلك دولة موقعة عليها وهو ما ينسف نهائيا الاتفاق النووي ويزيد في انقسام الدول الكبرى الموقعة عليها سجلت ألمانيا أزيد من 1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد رقم لم تشهده البلاد منذ أفريل الفارد فيما أحصت فرنسا 3700 حال جديد خلال 24 ساعة الأخيرة في غضون ذلك بدأ الجدل يظهر لدى العديد من الدول حول اللقاح المستقبلي ففيما حسمت الولايات المتحدة أمرها بترك الاختيار لمواطنيها لاستخدام اللقاح من عدمه فتحت أستراليا من جهتها النقاش لحسم الأمر رغم تصريحات رئيس وزرائه الداعية إلى إلزامية التلقيح ضد الوباء نهاية الموجز شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء أترككم في أمان الله اشتركوا في القناة